اشتركوا في القناة على ارض الواقع وفق تطلعات السلطات العلية في البلاد قلة المعلمين في الشعب العلمية الثنائية اللغوية التخصص العلمي عما هي العمل لاقبال التلاميذ على المجال العلمي توفير المعلمين العلميين مطلع العام الدراسي القادم كانت تلك هي صلب المواضيع التي طرهها الوزير مع المناديب التربويين في البدء قدم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة ابو بكر الصديق شوروما شكره للمناديب على الجهود الجبارة التي بذلوها مع الطاقم التدريسي لاجل انجاح العام الدراسي 2017-2018 وطلب منهم بذل المزيد من الجهد في العام الجديد بغية تقديم التعليم النوعي للتلاميذ كما اشاد بنتائج الشهادة الثانوية فقط ان المساق العلمي الرياضيات والفن كان ضعيفا الامر الذي يدعو وزارة التربية الوطنية الى توفير ثلاثة الاف معلم في المساق العلمي العام الاكاديمي المقبل بغية تلبية حاجيات المدارس الثنائية اللغوية اجبارية منذ مرحلة الاساس كما لفت انتباه المناديب ان التسيب الاداري وغير مسموح بها في عهد الجمهورية الرابعة ختم اللقاء بتعريف المناديب التربويين مع وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة